موسيقى 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 مرحبا معاكم جاسر مصطفى مهندس معماري اعمل في مجال الاستشارات الهندسية ومجال التصميم خبرة في العمل الاستشاري في الاردن خبرة في العمل الاستشاري ايضا في قطر انجزنا عدة مشاريع سواء كانت لوكل او كانت ريجنال سواء في الاردن او في قطر او في دول الخليج اليوم انا بحب ابدأ سلسلة من الفيديوهات هاي السلسلة او هاي الفيديوهات راح تكون مختصة في الحديث عن مفهوم البيم Building Information Modeling عن ايش السوفتويرز اللي بتندرج تحت هذا المفهوم او اللي بتعطيني قبيلة اشتغل تحت هذا المفهوم ايش الطلب اللي عم بصير في الماركت على البروفيشنالز او على التولز او على السوفتويرز اللي ممكن تساعد في اني انا انجز مشروع تحت مظلة اللي هي Building Information Modeling واللي كلنا صرنا في 2018 عارفين انه هذا المصطلح بطل في مجال او في مفر اني انا ما ابدأ اتعامل معه او اكون انا مهندس معماري شيточنا Kung 환hart او او YOU او سنبylan اكمال مشروع هاد المصطلح او كيف طريقة العمل او الذي تعطيني till ان اكون ضمن هذا المنظومة اللي صار العالم كله او الروفشنالز او الشركات والكلياتس كل الستيكهولدرز اللي لهم علاقة بموضوع سواء الديزاين او الكونتراكتر او الكونستراكشن صاروا عم بطلبوه دايما صار هاجس عند بعض المهندسين انه ايش هو هذا المصطلح ليش صار مطلوب وشو السرعة المتزايدة في الطلب على هاد المصطلح وبسبب الاسئلة الكثير اللي كانت عم تجينيس ومن زملائي او من البروفيشنالز اللي بيشوفوني على السوشيال ميديا او اللي بيتابعوني على السوشيال ميديا قررت اني نأبدأ بهاي السيريز وهي السيريز راح تساعد هاي الشريحة من المهندسين انهم خليلين نحكي تونيشيات بلاتفورم او تونيشيات دير نوليج هذا الكورس راح تحكي عن عدة مواضيع هاي المواضيع بتبدأ معاي من شو هو البيم وات اس دي بيم وات اس دي بوكاب وات اس دي ووركفلو او شو هي البينفتس من هاد الوركفلو او هاي طريقة العمل او هاي المتدالجي اللي بلشتصير كتير بومنج في الاندستري اللي احنا بنشتغلها شو هي السوفتويرز اللي بتندرج او شو هي السوفتويرز اللي ممكن تشتغل تحت هاي المنظومة او تحت مظلة البيم شو هي البوكاب اللي ممكن كمهندس انا اسمعها اذا انا دخلت في نقاش مع زملائي او مع اصدقائي عن هذا الموضوع يعني مرات بس مع انا كمهندس حدا بيحكي لي والله احنا بنشتغل مشروع والمشروع هادي رح يوصل لديمنشن السادس او للبعد السابع او للبعد الخامس كتير بتشوف هاي الصورة على الانترنت او كتير بتشوف هاي الصورة لما تبدأ تدور على موضوع البيم او على موضوع الديمنشنز للبيم طبعا دايما احنا كنا بنعرف انه في عنا 2D وفي عنا 3D بلشنا جديد او لما شوي نتقدم في الفيل بنسمع انه في 4D بعد انصار في عندي 5D شو هي هاي الاشياء او هاي المصطلحات اللي احنا بنسمعها لما تبدأ تحكي في البيم ما في اي مفر انك انت تسمع مصطلح الOD او اختصار الOD سواء كعن level of development او level of design او sorry level of details كمان راح تسمع مصطلح الو اي level of information شو كمية المصطلحات الهائلة اللي دخلت على الاندستري تبعتنا شو معناها واذا بدأ اقارنها في بعض كيف انا ممكن اربط مثلا الديمنشنز بالليفل بالليفل of development او الديمنشن بالليفل of details اللي انا عم باشتغلها بالبروجيكت تبعي بعدين سنس انه صار في عندي مصطلح جديد وكان في عندي قبل اشي قبله كنا نشتغل عليه دايما لهو الكاد هلا صار في عندي بيم فشو هي الستاندرد اللي انا لازم احطها في بالي لما اشتغل اي بروجيكت ولازم يكون هذا البروجيكت او انه هذا البروجيكت يصلح وانه نحكي عنه انه it is a bim project فشو هاي الستاندرد اللي نحنا لازم نمر فيها كل هاي الاشياء ومصطلحات تانية وvocابس تانية اكيد راح نتعرض لها بهذا الكورس وبحب كمان اسمع من جهتكم ايش في عندكم اقتراحات او مواضيع نضيفها للكورس حتى يكون فعليا هذا الكورس موجه للماركت او للبروفشنالز اللي بيحتاجوا لكورس مثل هذا راح نتعرض بهذا الكورس شكل كتير كبير لبرنامج Autodesk Revit ورح نتعرض بشكل يمكن اكتر او موسع بشكل كتير كبير Revit Architecture راح نتعرض شوي لمواضيع Revit Structure وراح نشمل في الكورس تبعنا عن برنامج تاني برضو بيشتغل مع برنامج الريفت لما نحكي عن البيم ووركفلو اللي هو النافس ووركس اللي هو برضو من انتاج شركة Autodesk وراح نتطبق لمواضيع كتيرة حسب ما بيسعفنا الوقت وحسب ما بتسعفنا الفيديوهات اللي راح نقوم بنشرها ان شاء الله على اكتر من بلاتفورم على السوشال ميديا سو بحب اسمع من جهتكم ايش الكومنتز او ايش الادشينز او ايش المواضيع اللي بتحبوا اضيفها على هذا الكورس لحتى يكون مفيد ان شاء الله للجميع سواء كانوا انجينيرز اركتكتز ديزاينرز ممكن يستفيدوا من هذا الكورس وان شاء الله انه يكون الكورس موفق ويكون موجه لشريحة كبيرة من الناس اللي بتشتغل في الاندستري تابعتنا اشتركوا في القناة